مساكم الله بالخير يوم جديد وساعة جديدة واليوم راح نسولف عن بعض الارتستك فيترز او المعلومات الفنية اللي موجودة في الساعات باستخدام طبعا الرسامين والفنانين في بعض المصطلحات جديدة راح تكون علينا اليوم ولكن بنفس الوقت راح نستفيد من ساعة جديدة لنا راح يشرح لكم عن الاتش موزر فهينريك موزر ابتدى رحلتها في عالم الساعات في 1828 وطبعا هو سويسري ولكن كانت بداية أكلها في روسيا ومن بعد فترة طويلة تسكرت الشركة وردوا وشروها عائلة ميلان في 2012 اللي اللي استولى عليها او اللي شراها هو كان سيئو او السابق او مدير عام سابق لشركة توديمار في غي جورج ميلان وللحين ماسك الشركة هو اد ميلان وبلشه مرة ثانية من 2012 تجون ساعات اندبندنت او ساعات مستقلة في مجال الساعات في شاف هاوسن في سويسرا هذه المعلومات كلها معلومات بسيطة عن الشركة بعض المعلومات المهمة اللي انا احس انه لازم لواحد يعرفها ايضا لما يشتري ساعة اتش موزر هو انه شرو شركة برسايس انجينيرينج معناته السبرينج اللي موجود في الساعة هو ايضا تصنيع انهاس والمكينة وكل شي تقريبا او تسعين بالمية من ساعة اتش موزر تصنع داخل مصنع اتش موزر فكثير قريبة من فكرة انه هي تكون امية بالمية سويسرية على عكس قانون سويسرا اللي هو يقول لك اذا بعد خمس وستين بالمية من صناعة سويسرا من صناعة الساعة تكون في سويسرا اذا الساعة تقدر تكتب عليها ميدن سويتسلند على عكس ذلك لو تلاحظون الساعة اللي وياي هنا مو مكتوب عليها لا سويس ميد ولا مكتوب عليها حتى البراند ما للساعة لا جدام ولا وراء ممكن بس اتش موزر بس لا يوجد اي نص مكتوب عليه سويس ميد وهذه ستنت او فكرة طلعوا فيها اتش موزر لما سووا ساعات يكانوا يبوني يوصلون لك فكرة انه في بعض اللوحات الجميلة لا يوجد عليها اسم الفنان عشان تعرف انها اللوحة هذي للفنان الفلاني بعض لوحات بيكاسو لم يكتب عليها اسم بيكاسو وبعض لوحات موني لم يكتب عليها اسم موني فهذه الفكرة العامة انه بعض الساعات ليس من الضروري ان يكتب عليها سويس ميد عشان انت تعرف انه هذي الساعة سويسرية الشغلة الثانية استخدموا هم طبعا مع مساعدة الشركة اللي يمتلكونها باتك فليب وبرمجياني في صناعة الدايلز طلعوا شي اسم الفومي دايل اللي موجوده على الساعة هذا اللي يستخدم طريقة فنية اسمها سفوماتو فسفوماتو في الايطالي او باللاتيني معناته الفومي او الدخان او السموك شنو الفكرة الفكرة انه هو دخول الالوان تدريجيا على بعضها كأنه هو دخان فالدخان دايما يكون اغمج شي او داكن في البداية وثم يفتح مع انطلاقه الى الهواء فهنا هذا الفومي افكت انه يكون داكن من الخارج وفاتح من الداخل فهذا بالنسبة الى الارتستيك او النقاط الفنية اللي موجودة في الساعة نسولف عن الساعة بدقة اكثر الساعة جدا 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 جميلة ونزلت فيه 2015 وكانت فكرتها انه احنا ما نبي انحط brand name على الساعة نبيها تكون مجردة من كل شي وبنفس الوقت انت تعرف شنو البراند اللي انت لابسه واعتقد انا موزر ان ننجحه به الفكرة هذي طريقة كبيرة لانه الان اي واحد يلبس ساعة concept من موزر مجرد انك تشوفه من بعيد تدري انه هو لابس موزر بعض الشغلات الاخرى اللي نبي نسولف عن الساعة هو الحجم ونسولف ايضا عن الارتستيك فيتشرز او التشطيبات اللي هما استخدموها حجم الساعة اللي انتو قاعد شوفونا هني 40.8 مليمتر وطبعا عرض الساعة 10.9 فهي ساعة elegant ما هي كبيرة ما هي صغيرة وعندنا الراوندد لغز اللي انتو قاعد شوفونا هني فمهما كانت ايدك صغيرة ولا كبيرة شكل الساعة هيصير حلوله لانه راح تكون لافة على ايدك وطبعا بعض الفراغات اللي انتو قاعد شوفونا هني هذي يعطيك الستريم لاين دفاكت او فكرة السيارات لما يجيش عليها الهواء فيعطي الساعة يحسن منظرها من الجوانب بعدين عندنا polished arrow hands او spade hands خنقول white gold والكيس اللي انا عندي انا كنت محظوظ اني احصل واحدة من ثلاث concepts من platinum فالكيس اللي عندي من البلاتين هذا بالنسبة الى الساعة وطبعا عندنا اله موزر كراون ساعطيكم فكرة عام ما عندنا اقرب لكم عليه اله موزر كراون الساعة هذي manual wound فحطوا على الكراون حراشف لسهولة انك تكوك الساعة لو تلاحظون هني وانا قلت لكم ان الساعة streamed lined هني حرف الفي هذا brushed والباجي polished فيعطي ايضا فكرة جمالية الى الساعة نوصل الى المكينة في المكينة موزر استخدموا كل شي طبعا hand polish علشان يوصلون الى الافكت اللي انتوا قاعد تشوفونه وبنفس الوقت الافكت يعطيك ايحاء ان الساعة سوي سريع فعندنا الجينيفر سترايبس عندنا تحته ممكن ما يبين بس عندنا البرلاج وطبعا عندنا الشاتون زهني وغولد شاتون زهني اللي ما يدري انا شكالا سولف عندنا في فيديو تشطيبات موجود تقدر التابع تعرف فروق التشطيبات اللي موجودة في الساعات السويسرية الاسترومن هير سبرينغ موجود داخل عجلة الاتزان السبرينغ اللي حرك العجلة الاتزان وهذه تكون من اصعب الشغلات اللي الشركات تسويها وطبعا موزر لانهم اهم شروا شركة برسايس انجينيينغ الاسترومن سبرينغ اللي موجود داخل هو يسونا داخل الشركة حجم المكينة اربعة وثلاثين ملي وعندنا باور ريزيرف اللي هو هني احتياطي الطاقة سبع ايام معناته لما تكوك الساعة بالكامل عندنا سبع ايام في بعض الامور اللي قريبة من شاف هاوسين اللي هو السوان ليك برج او سوان ليك اللي ماسك عجلة الاتزان وهذا ايضا شي يعني قريب من شاف هاوسين او قريب من منطقة شاف هاوسين اللي هي تكون قريبة على المانيا فتلقاها في الساعات اللي موجودة في الناحية هناك وايضا في الساعات الالمانية كثير منها يستخدم السوان لك بعدين الفكرة العامة ايضا من ان موزر سوى وكل هذا هو ان هما يردون صناعة الساعات الى عظمتها في السويسرا والابتعاد عن البراندات اللي صارت خلاص ما يهمها ولا شيء غير ان هما يحطون البراندات ويبيعون الساعة مجرد على البراندات فكانوا كل سنة يطلعون يسمونها communication plan او PR plan من ناحية العلاقات العامة انه يسوون صدمات للسوق اول صدمة كانت الـ concept watches اللي سووها في 2015 وطبعا كل سنة كانوا ينزلون شي ديد منهم ساعة موزر اللي من الجبن منهم ساعة موزر اللي من زرع وايضا منهم انه قرروا في 2018 انه لا يوجد ولا ساعة من ساعاتهم مكتوب عليها سويس ميد ردا على فكرة ان السويس ميد لطقت تعني ان الساعة مبنية 65% منها مبنية في السويسرا 35% ممكن يكون في الصين لكن ما يمنع ان يكتبون عليها سويس ميد وقرروا موزر ان يكونون تقريبا 90% وزيادة من صناعة الساعة في السويسرا من حتى المعادن والجلود المستهدمة في ساعاتهم وهذا الشي يعطيك حب الى ساعتك لما انت تشتريها لانه تدري انه وراها غصة تدري انه وراها اهداف معنوية وحتى لو لها اهداف مادية هم ما تحس ان انت قطيت مبلغ على شي عادي او ساعة عادية ولكن انت قاط مبلغ على تحفة فنية استخدموا فيها جميع اساليب الصناعات السويسرية واساليب الفنانين مثل ما اشرحت لكم في الدايل استخدموا فكرة السفوماتو استخدموا افكار اخرى مثل صناعة الكيس على طريقة السيارات السباق انه يعطيك extreme light effect وهذا يجعل الساعة شكلها احلى على ايدك اه هذا اخر الفيديو يعطيكم فكرة عامة عن الساعات المستقلة ليش فيها قصص اكثر من الساعات اللي خنقول الكوميرشيلي انجينير كوميرشيلي مثل البراندات الكبيرة اللي معروفة وان شاء الله المعلومات هذه فاتتكم ان شاء الله الفيديو عجبكم ان شاء الله شكرا 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 شكرا